الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب الرئيس عبدالفتاح سيسي عن فخره واعتزازه باستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير مناخ كوب 27 بمدينة شارم الشيخ وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعية إن الدورة الحالية من قمة المناخ تأتي في توقيت حساس للغاية يتعرض فيها العالم لأخطر وجودية وتحديات غير مسبقة تؤثر على بقاء الكوكب ذاته والقدرة على المعيشة عليها كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات نعم الموسة على الأرض تبنى على ما سبق لا سيما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باريس وعلى هامشي فعليات مؤتمر كوب 27 استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستيلينا جورجيبا والوافد المرافق لها وخلال اللقاء أكد الرئيس سيسي حرص الدولة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكالي المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وكذلك تعظيم مساحة دور القطاع الخاص ومن جانبها أشهدت مديرة صندوق النقد بالتعامل المصر مع تداعيات والتغيرات المتلاحقة للسياسة النقدية العالمية واحتوي أثارها وعلى مستوى الشق الرئاسي من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 المنعقد في مدينة شرم الشيخة تعقد اليوم ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى ومن المقرر أن يلقي دعماء المشاركون في الموائد المستديرة كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وكانت مصر تسلمت رسميا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من المؤتمر والذي تصدفه مصر حتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعاماء دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخة وأيضا مؤمثل وسائل الإعلام المحلية والدولية عقدت تنصقية شباب الأحزاب وسياسيين جلسة نقاشية تحت عنوان الحوار الوطني بمركز شباب قرية صباح التابعة لمركز هيهية في محافظة الشرقية ضمت مختلف الفئات العمرية والمهنية واستهدفت الجلسة الاستماع إلى أراء المواطنين ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم ضمن قضايا ومحاول الحوار الوطني المطروحة منها أهمية العمل العام وأهدافه وأهمية تفعيل مشاركة الشباب في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية نظمت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين فعاليات ندوى بجامعة النهضة بباني سويف وذلك ضمن حزمة من الفعاليات التي تنظمها التنصقية والتي تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع المواطنين لاستطلاء أرائهم وتصوراتهم حول القضايا المقرر ترحوها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية إضافة إلى عقد عدة تسالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات كما استعرضت الندوة كفعاليات مؤتمر المناخة والتي تصدفها مدينة شرم الشيخ تعهدت كوريا الشمالية بالرد على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإجراءات عسكرية مستدامة وحازمة ووصف الجيش الكوري الشمالي تدريبات الجوية التي أجرتها سول وواشنطن بأنها الأسبوع الماضي استفزاز واضح ومناورات حربية خطيرة يأتي ذلك وسط سلسلة تجارب صاروخية أجرتها الكوريا الشمالية في الأسبوع الأخيرة بما في ذلك أربعة صواريخ باليستية أطلقت السبت بعد أيام من على اختتام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر تدريبات على الإطلاق للقوات الجوية قال الرئيس الأوكراني بلودمير زيلانيسكي أن أوكرانيا تستعد لهجمات روسية جديدة على بنيتها التحتية بعد أن حث رئيس بلدية كيفا سكان على الاستعداد لأسوأ سيناريو من خلال إعداد خطط طارئة لمغادرة المدينة وقال سيرجي كافلينكو الرئيس التنفيذي لشركة ياسنو للطاقة إن البلاد تواجه عجزا بنسبة 32% في إمدادات الكهرباء المتوقعة وفي الوقت نفسه نبهت سلطات الطاقة الوطنية إلى انقطاع مزمع في إمدادات الكهرباء لكنها أشارت أيضا إلى احتمال تطبيق المزيد من القيود في العاصمة والمنطقة المحيطة بها بالإضافة إلى ست مناطق أخرى في البلاد ختام مجزء الثامنة فاصلوا لحظاتكم لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر